أهل رحمن الرحيم كيفكم اليوم؟ إن شاء الله طيبين اليوم جبت لكم أكل حلة مشهور عندنا في السعودية وفي الخليج هذا يعني ضد البرد هذا لازم إذا صار الشتاء دائماً في ناس يسمونه عصيدة وفي ناس يسمونه محلة أهل ناجد والرياض يسمونه محلة أهل الشرقية والحجاز عصيدة الناس يعملون بالتمر وناس السكر المحروق يحرقون سكر وناس بس دبس أنا عملته اليوم تمر ودبس والله ولا ألد منه وصحي ومغذي ويعطونا للوالدة في الانفاس يقويها يعني مقاديره جداً بسيطة عمله جداً سهل وخاصة الحين بهذه المطحنة الكهربائية سهل لنا العمل يعني ما يصير فيه تكتلات ولا شيء هذا طحين بر أسمر فلفل أسود وزنجبيل ودبس التمر كوبين تمر حطيتهم في كوبين موية وطبختهم على النار وزبدة زبدة حسب الرغبة أنا حطيت والله حوالي 60 جرام اللي يحب أكثر يحط هذا الدبس حق التمر ينباع في كل محل إذا ما في ما في مشكلة التمر يكفي لما نطبخ التمر شفتوا طوحنا التمر الآن نطحنوا بهذه الماكنة حق تطحن الشربة لما يذوب ما يحتاجوا نصفي لأنه أحسن أصح وهذا الدبس الآن نحط له الدبس نقلبوا الدبس يختلط معه الموية مع التمر شايفين كيف صار قوامها سائل نحط لها شوية فلفل أسود وشوي زنجبيل بودرة أهل الخليج يحطون هيل أهل الشرقية أبدا يعيبون على اللي يحط هيل يقولوا ما يصير عصيدة هيل الهيل بس للخليصة يعني الناس أذوق حطينا الآن الزبدة اللي ما يبغى زبدة ممكن نحط زيت ما في مشكلة بس طبعا الزبدة ألد نقلب لما ذوب الزبدة ويغلي نحط له طحين طحين بر أسمر في ناس ينخلونه أنا والله ما حب أنخله إنه خالة اللي فيه مفيدة جدا للصحة وبعدين ما يبين طعمها يعني ما في مشكلة بالعكس تعطي لذة للعصيدة بس يغلي يصخن تمام نحط للطحين ونقلب نقلب نقلب بس يختفي للطحين تمام نفضل برضو بآلة الشربة نطحنه يشيل كل التكتلات الله يعافيهم اللي اخترعونا هذه الآلة اللي تطحن شايفين كيف صار أملس؟ الحين نغطي يأمة على نار هادئة يأمة والله أنا كل شي حطه بالفرن أغطيه بألمونيوم فويل ما غطي بغطى القدر أخافي نحرق في الفرن شايفين غطيناه نحطه حوالي ساعة أو خمسة واربعين دقيقة نار وسط في الفرن في نفس الوقت نسيح زبدة نحطها حبات تمر صحيحة شايفين كيف قوامه بعدما طلعناه من الفرن؟ والله نسيت وأنا خديته ساعة كامدة نرشوا حبة سودا التمر اللي طبخناه مع الزبدة نصبه على الوجه يعطي طعام ولون ما في ألذ منها ولا أحلى منها ولا تنسون على أنتو اللايك وشير وسبسكرايب تابعوني دايما كل يوم إن شاء الله فيه أشياء حلوة طبخات لذيذة وعند هذه العصيدة لازم تعملونها مغذية وصحية وأحلى فطور الصباح مع القهوة العربي ولا أي قهوة قهوة تركي قهوة أمريكي مرة لذيذة وصحية ومغذية وألف عافية عليكم إن شاء الله مقدما